كل الأمهات الجديدة جمعوا معايا عشان موضوع مهم جدا بيهم كل الأمهات الرضاعة الطبيعية اللي هي للأطفال من أهم مكونات الغذاء يعني لكل طفل كمان بتكون أحد العوامل الرئيسية في تكوين جسم الطفل وبتساعده على النمو بشكل صحي وسليم عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية عند الأطفال وازاي بيفرق لبن الأم عن اللبن الصناعي وإيه الحالات المحدد فيها اللجوء للبن الصناعي وإيه الحالات كمان اللي احنا ممكن نقول للأم لأ وقافي رضاعة أنت لبنك مش مفيد للطفل طبعا أسألة كثيرة بس أنت هنعرف إجابات للوقت من ضفتنا ودكتورة مهتاب عرفة استشاري طب الأسرة والتغذية العلاجية بالإدارة العامة لرعاية الأمومة وطفولة بوزارة صحة للنورانة صباح الخير عليك يا دكتور أهلا بك أنا كنت أسمع دايما أن الرضاعة الطبيعية هي الأهم للطفل بس وإحنا بنتكلم دلوقتي قبل هواحد قلتي مش في كل الحالات أو فعلا في الأول أنا بشكر حضراتكم على اهتمام البرنامج واهتمام الإعلام كله على تغذية الطفل السليمة وفي الحقيقة تغذية الطفل هي الرضاعة مرحلة من ضمن المراحل لأن احنا كوزارة صحة بنبتديها من بدري قوي يعني بنبتدي في مرحلة ما قبل الزواج والاهتمام بصحة الأم وتغذيتها مرورا بقى بالألف يوم الأولى في حياة الطفل لها بتبتدي من أول يوم في الحمل فأنا لما بهتم بتغذية الأم وهي حامل أنا ببتدي أول خطوة في الطريق الصح التغذية أو الرضاعة الطبيعية دي معايا من أول سن يوم لحد سن السنتين طيب هل هي مفيدة للطفل؟ طبعا مفيدة لأن هي الفطرة الفطرة يعني اللي ربنا خلقنا بيها أنا الطفل تولد هو جاهز أنه يرضع كل حاجة في جسمه متهيأة لكده الأم حملة هي جاهزة أنها تردع كل حاجة في جسمها متهيأة لكده طبعا زي ما حضرتك اتصار الحديث في حالات بخلي الأم توقف رضاعة أقول لها لأ أنت حضرتك مش هتقدر يتردعي الطفل ده سواء لطول فترة الرضاعة أو لفترة مؤقتة فده بيتم على حسب تقييم الأم والطفل مع بعض الرضاعة بقى طبيعية مفيدة ولا لا زي ما قلت هي الفطرة فهي طبعا مفيدة ما فيش كلام من الرضاعة الطبيعية مفيدة حتى الألبان الأطفال نفسها الألبان الصناعية مكتوب عليها أنه لبن الأم هو الأفيد يعني ما فيش وهي بتبقى شبيهة لبن الأم ومش هي بديل بس زي ما قلنا هي في حالات بنتطر ناخد فيها لبن صناعي بس الأصل هي الرضاعة الطبيعية لأن دي التغذية المصلة للطفل سواء بسبب أن هي كتغذية بتساعد عن نمو أو التطور بتاع الطفل أو كالحالة النفسية بتاعت الطفل واستقرارها وعلاقته مع الأم طبعا البند ده رهيب يعني نسميه الضياد يعني هما الاتنين بيبقوا حاجة واحدة الأم والطفل هو مركب واحد طب إيه الحالات هي فأنا اللي حديك بتقولي عليها اللي ممكن نمنع الأم من أن هي تردى طبيعي أو حتى للطفل من أنه يرد يعني الخطورة بتكون على الطفل أو الغلط مثلا نقص فيتامينات معينة ولا المشكلة تكون عند الأم هو بيبقى سبب أن أنا أدي بدايل لبن الأم بيبقى حاجة في حاجات في الأم وحاجات في الطفل لو أنا خدت حاجات في الأم في حاجات دائمة زي مثلا الإصابة بالـ HIV اللي هو مرض فيروس نقص المناعة فده بنتطار نقولي الأم هتوقف رضاعة للحفاظ على الطفل وحمايته من الإصابة بالعدوى فدي حاجة دائمة وعلى أسف كمان أننا عندنا في الوزارة متوفر أننا ندي ألبان أما الحالات المؤقتة بتبقى أمراض ومش بسبب أمراض بقى بسبب الأدوية اللي بتتخذ كعلاج الأمراض بنتطار نوقف رضاعة فترة زمنية وبترجع تاني والأم ما تقلقش يعني لما تقلق تقول طب أنا هواقف رضاعة لا ما تقلقيش معاودة الإرضاعة متاحة وتقدر يتعاودي الإرضاعة تاني بأننا نستطيع أن نساعتها أنها ترجع رضاعة حتى لو وقفت لشهور مفروض تعمل بومب عشان تعمل بومب وحتى لو اللبن وقف بسبب العلاج اللي هي بتاخده بنعمل معا أكشنس معينة من تمرينات من أننا ننشط هرموناتها وبترجع تردع طبيعي حتى لو وقفت شهور حتى لو وقفت شهور حتى لو ما بدأتش رضاعة وبناها كان في الحضانة الوقت ممكن بعد ما يطلع تبتجي تردعه ده متاحة ده عظيم جدا طيب أمتى بقى الطفل أو أمتى نقدر نفرق مثلا أو هل يمكن نفرق ما بين الطفل الرضع طبيعي أو الرضع صناعي في المستقبل هل بيأثر على بنيته؟ طبعا هو مش بنيته بس هو بنيته وتطوره بتأثر على بنيته زي اللبن بتاع الأم مفيد في كل الحالات ولو أنا بتابع الطفل ده في الوحدة الصحية أو وحدات الرعاية الأولية أنا بتابع كذا حاجة فيه بتابع نموه فالطفل اللي بيرضع طبيعي بينمو بشكل سليم لأن أنا بتابعه عن منحنايات النمو أما الطفل اللي بيرضع صناعي ممكن ألاقي عنده سمنة ممكن ألاقي عنده نقص وزن لأن الصناعي أنا دخل لي يد في تركيبه يعني إيه أنا اللي مصنعه كمصانع أنا اللي بحضره كأم أو كمقدم رعاية للطفل فأنا فيه نسبة خطأ متاحة فطبعا التغذية ما تبقاش سليمة فممكن يبقى عنده سمنة عنده نقص وزن أو عنده مشكلة في الطول لأن أنا بقيس وزنه بقيس طول أو عنده بقى مشكلة وديه الأهم في التطور والتطور دي هي المهارات والملكات بتاعة الطفل اللي هي كل ما يكبر عمره كل ما يتعلم حاجة جديدة فالطفل اللي بيرضع طبيعي بيبقى خلاص احتياجاته مستوفى من الأمن والأمان والإحساس فبالتالي بيبتدي يتعلم كل حاجة حواليه أما الطفل اللي بيرضع صناعي بيبقى له احتياجات لازم تستوفى الأول الطفل ده بيبقى مفتقد للحضن ماما فهو بيقعد يدور على حضن يشيله الطفل ده مفتقد للارتباط مفتقد لمغزيات معينة فبيبقى عنده تأخر شوية في التطور بتاعه والسلوكي بتاعه عن الطفل اللي بيرضع طبيعي ده في المرحلة الأولانية أول خمس سنين أما التحصيل الدراسي بعد كده طبعا بيبقى متأثر لأن نسبة الزكاء في الأطفال اللي بيرضعوا طبيعي أكبر بعد كده كل مرحلة في حياته بتفرق في الرضع الطبيعي عن الصناعي طيب أنا دلوقتي بس ايه بالراحة كده عشان أنا عايزة أفهم نقطة معينة عشان على فكرة فيه ده كترة بتقول غير كده يعني الأم النهار ده عشان تردع طبيعي وتوصل كل الفيتامينات اللي محتاجها الطفل برضع طبيعي فقط بدون الاستعانة باللبن صناعي هي محتاجة تكون بتاكل أكل مفيد جدا جدا طول الوقت أكل كتير عشان تقدر أن جسمها يعود النقطة اللي بيحصل صح؟ ولا حراط هنا مش قوي يعني ايه الأكل اللي الأم محتاجة تاكله لو هي النهار ده حامل بقى أو لسه بتردع عشان تقدر تفيد ابنها طيب احنا بيبقى عندنا باكتج تدريب تغزوي في الوحدات التابعة للصحة فمبدئيا هو لو أنا هتكلم على مرحلة الحمل الأم محتاجة أنها تاكل أكل صحي متوازن يعني إيه صحي متوازن؟ أنه بيحتوي على التلات مجموعات التغزية الأساسية اللي هي مجموعة البناء بروتينات سواء نباتي أو حيواني مجموعة الطاقة اللي هي الكربوهيدرات والسكريات والدهون ومجموعة الحماية اللي هي الخضار والفكهة بنقول لها هتاخد كم صمرة من دي وكم وحدة من دي وبنتكلم بالوحدات اللي هو مش هنقول كم سعر حراري ونقض نحسب عشان يبقى سهل على الأمهات بمستوياتهم والمختلفة الثقافية وبنعلمها تاكل إيه وما تاكلش إيه أما بالنسبة لفترة الرضاعة هي مش محتاجة خالص إنها ضعف أكلها هي كل اللي بتحتاجه 500 سعر حراري اللي هو إيه مش هيجي مثلا طبق زيادة سندويتش زيادة مش بتاكل لتنين أو لتلاتة أما الكواليتي بتاكل هي دي اللي هتفرق معنا إحنا محتاجين أكل متوازن اللي هو فيه الثلاث مكونات مع مجموعة اللي بتحتوي على الكالسيوم اللي هي الألبان ومنتجاتها طيب هي لو أنت حسبتي تاكل قد إيه ممكن لو أنا هتكلم على الكالسيوم مثلا ثلاثة أربع وحدات في اليوم كوب بيتين لبن حتت جبنة حاجات كلها متاحة مش صعبة على الأم على فكرة ده أنت لما تيجي تقول لها نظام تقول لها إيه ده أنا عامل ريجيم ولا إيه دكتورة يعني إحنا في الستايل بتاع البترن بتاع أكلنا منأكل أزيد من كده أصلا بس الفكرة أن إحنا ما منأكلش المتوازن يبقى أغلب أكلنا جونك فود وكده طيب طبعا لازم تشرب سوائل كتير وفي الحقيقة كل ده عشان الكواليتي بتاعت اللبن بس نرجع ونقول اللي يزود لبن الأم هو إفراغ السادي وأنها تردع كتير الأكل أم مهم وأنها تاكل متوازن وكده بس الأصل أن أنا فرغ السادي باستمرار طبعا بالرضاعة الطبيعية ولو الطفل ردعه وما فضاش السادي ونام أنا ممكن أعمل بامبينج أو إفراغ للسادي زي ما حضرتك ذكرتي من شوي طب احنا ازاي نعود بقى الطفل اللي رضع صناعي بالعناصر الجزائيلي موجودة في الرضع طبيعي اولا لو في فرصة نعود ارضع والامة صحيا قادرة نعود الارضع وليها طريقة ازاي قلل للصناعي بالتدريج وارجع للطبيعي طيب خلاص انا مضطرة لان ممكن يكون الطفل ده احنا اضطرنا نديره لبن زي وفاة الام زي الامة عندها حالة صحية زي ما ذكرت من شوية بتاخد علاج كيميائي بتاخد اي علاج يمنحها من الرضع في الحقيقة هو مش هنقول اللبن الصناعي مضر هو اكتر حاجة قريبة شوية من لبن الام لان المصانع اشتغلت عليه يعني لو انا قرنت ما بين اللبن الصناعي واللبن البقري او الجاموسي لا الصناعي افضل لو انا مضطرة اه لان البروتين بتاعه تعمل بروسيسيج اتكسر ان الجسم يقدر يستفيد منه الفيتامينس دم تم اضافتها لان اللبن الصناعي بيبقى بقري مجفف فبيضاف الافيتامينات الهرمونات اللي زي لبن ماما مش بقدر لانها مع عملية بروسيسيج بتتكسر في حاجات معدلة للمناعة والحاجات دي كلها ما بتبقاش متوفرة 100% في الصناعي فانا بقى مجرد ما الطفل ده هيبتدي يأكل عند سن سبع شهور ان سبع شهور ده بداية تغذية تكملية سواء طبيعي او صناعي فلما يبتدي يأكل ابتدي بقى ازود المغزيات اللي تقدر تفيده حلوة اوي الطفل يبتدي اكل امتى سيجب بقى مني على حصله الاكل والكلام ده لا ياكل ياكل امتى الاكل المهروس طبعا اه هو انا مش هلأحس هو انا مفروض في الاصل الرضاعة طبعية مطلقة يعني من غير حتى بقى المياه اول 6 شهور من الشهر السابع حلوة اوي بقى اوفي بقى هنا لان انا ايه انا اتنمروا علي كل الناس انه فعلا الطفلة بيقولك اربع شهور يأكل بس هو الكلام كتير ورأيي الاطباء كتير وحتى الرأي الجامعات بره كتير عشان برده ما نبقاش داس ده يعني بس الاصح اللي هو لده بيقيتشه اول يونسا في كل المنظمات العالمية استقروا عليه في اخر دراسات ان انا لغير 6 شهور ما بديش اي حاجة ولا ميا ولا حتى الميا لان انا لو بردع رضاعة طبعية 87.5 في المكون بتاعي اللبن بتاعي ميا فانا مش محتاجي قد الطفل اما لو بيردع صناعي لأ انا بديله ميا من الاول لان هي الردع كلها على بعضيها مش متدرجة زي لبن الام مش بتتغير وديناميك زي لبن الام الردع بتاعت سن 3 ايام زي 3 شهور زي الحد 6 شهور اللي هي المرحلة الاولى فما بيتغيرش فانا مضطر اديله ميا عشان اديله الاحتياج بتاعه اما الطبيعي لأ هو تدريجة يعني دين المكية غير طبيعي سبحان الله ايا ان كان نوع الدول اللي بتاخده الام لا طبعا دا احمالينا سكيدويل كده وليفلز وايه الحاجات اللي ينفع وايه الحاجات اللي فيها جدل وايه حاجات اللي ما تنفعش حتى لو مش مريضة حتى لو مش مريضة فعلى الاقل فيه مسكنات الحاجات العرضية الطرق ومش كل المسكنات بس هقول لحضرتك هو الامهات غالبا بتلجأ للبن الصناعي لا اسباب كتير فيه حاجات بتبقى فعلا بفحص الطبيب احنا لازم ندي صناعي وفيه حاجات انا اقدر ساعتها انها تردع طبيعي يعني ممكن تقول انا مش قادرة ردع انا تعبانة انا بيحصل لي مشاكل تشققات او وجع طب تعالي انا وين تيناد هي والمقدمة الرعاية وانتشوف ايه اسباب القلم دا ما عندناش احنا فكر الاكتيشن كونسلتن يعني ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة واحنا حتى مش هقولك تروح وتدفع الكشوفات قد كده عند الناس برا في الوحدات فيه فيه استشاريين رضاعة طبيعية وفيه حتى الطباء تكليف عادلين جدا احنا قمنا بتدريبهم وتدريبات مكسفة يقدروا يدوا تسقيف ويعملوا منج للحالات المتاحة البسيطة بطريقة حلوة جدا فهما بس يعني يسألوا وبيبقى معروف يعني مثلا لو سألت حتى العاملة اللي على باب الوحدة وانا لو عندي مشكلة اروحي ميه تقولك روحي لمس كذا وكذا الممارضات المختصين وروحي للدكتور الفوليني طيب الطفل كلا عند ست شهور يأكل ايه في بداية مراحل التغذية بتاعته الشهر السابع بق بلاش ست شهور عشان الناس بيبتدي يعني يخلص ست شهور يطعم ست شهور مش قول ما يتم الست شهور نأكله لا يتم يعني يخلص ست شهور مش يبتدي طيب هبتدي بايه انا ببتدي دبعا بخضار وفكهة الاول وياريت الخضار قبل الفكهة عشان الطعم الحلو ما يخليش ينفر وبعد كده ببتدي ادخل فروتينات زي الفروتينات النباتية الفول اهرس والعاتس وفيه طرق وحلاطات جميلة بنعلمها للام ممكن هبتدي ادخل اللحوم والسمك والفراغ بتسوية معينة بطريقة معينة كل ده ببتدي من الشهر السابع بالتدريج الطفل مفروض في الاخر ياخد معي ثلاث واجبات فطور غدا عشاء واثنين بينية لو اكل جديد بديه قبل الرضاعة عشان يبقى جعين وعايز يكله لو اكل متكرر بديه بعد الرضاعة عشان يكون خلاص خد احتياجه من لبن الام ويكمله بالرضاعة بكمله بالتغذية التكملية ويبتدي معا بالتدريج لحد ما يوصل لعمر السنة هو قاعد معي على الترابيزة يعني ساعاتي بقولهم كده لو في أريف يقعد معك على الطابلية ويأكل نفس أكلك نفس أكلك بس بالملح بتاعنا بكل حاجة بس خمس سنين يعني خمس حاجات بحاول ان انا منحهم قبل السنة ملح وسكر العسل الأبيض بيض البيض ولسه فيه جدل بس بحاول ابعد عنه عشان البروتين بتاعه والقلبين ليه اللبن البقري جاموسي كل الحاجات دي ان انا خوفا ان انا اعمل حساسية اعمل امراض مزمنة من بدري زي سكر والضغط وامراض الكلة فبحاول اخر الحاجات دي لحد السنة بس بعد كده بابتدقي ادينهم الاكل العادي بتاعه هو مديان ومزبوط الحدق بتاعه والسكر بتاعه لكن ممنوع 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 البلح وسكر يا ريت الملح والسكر ده أساسي قبل السنة مستحيل شكرا ليكي دكتورة مهيتاب عرفة على يعني طبعا وجود حضرتك معانا استشاري طب الأسرة والتغذية العلاجية بالإدارة العامة للرعاية الأممة والطفولة بوزارة الصحة كل شكرا ليكي شكرا لحضرتكم تهم أكيد كل الأمهات بتفرج علينا شكرا